الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي والثلاثون من الكتاب ستة حق الصفة ان تصحب الموصوف وقد يحذف الموصوف اذا ظهر امره ذضورا يستغنى معه عن ذكره فحينئذ تقوم الصفة مقامه كقوله تعالى ان اعمل سابغات اي دروعا سابغات ونحو نحن فريقان منا ضعنا ومنا اقاما والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق اقاما ومنه قوله تعالى ايضا وعندهم قاصرات الترفعين والتقدير نساء قاصرات الترف وقول الشار ان ابن جلا وطلع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني والتقدير ان ابن رجل جلا اي جل الامور باعماله وكشفها وقد تحذف الصفة ان كانت معلومة كقوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة سبعة اذا تكررت الصفات وكانت واحدة يستغنى بالتثنية او الجمع عن التفريق نحو رجاء علي وخالد الشاعران او علي وخالد وسعيد الشعراء او الرجلان الفاضلان او الرجال الفضلاء وان اختلفت وجبت تفريق فيها بالعطف بالواو نحو جاءني رجلان كاتب وشاعر او رجال كاتب وشاعر وفقي ثمانية الاصل في الصفة ان تكون لبيان المصوف وقد تكون لمجرد الثناء والتعظيم كالصفات الجارية على الله سبحانه او لمجرد الظن والتحقير نحو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او للتأكيد نحو امس الدادر لا يعود ومنه قوله تعالى فاذا نفق في الصور نفخة واحدة عنوان اثنان التوكيد الصفحة الثانية والثلاثون بعد المائتين التوكيد او التأكيد تكرير يراد به تثبيت امر المكرر في نفس السامع نحو جاء علي نفسه ونحو جاء علي علي وفي التوكيد ثلاثة مباحث واحد التوكيد اللفظي التوكيد قسمان لفظي ومعنوي فاللفظي يكون باعادة المؤكد بلفظه او بمرادفه سواء اكان اسما ظاهرا ام ضميرا ام فعلا ام حرفا ام جملة فالظاهر نحو جاء علي علي والضمير نحو جئت انت وقمنا نحن ومنه قوله تعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة والفعل نحو جاء جاء علي والحرف نحو لا لا ابوح بالسر والجملة نحو جاء علي جاء علي وعلي مجتهد علي مجتهد والمرادف نحو اتى جاء علي وفائدة التوكيد اللفظي تقرير المؤكد في نفس السامع وتنكيمه في قلبه وازالة ما في نفسه من الشبهة فيه فانك ان قلت جاء علي فان اعتقد المخاطب ان الجائي هو لا غيره اكتفيت بذلك وان انكر او ظهرت عليه دلائل الانكار كررت لفظ علي دفع لانكاره او ازالة للشبهة التي عرضت له وان قلت جاء علي جاء علي فانما تقول ذلك اذا انكر السامع مجيئة او لاحت عليه شبهة فيه فتثبت ذلك في قلبه وتميط عنه الشبهة عنوان اثنان التوكيد المعنوي الصفحة الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئتي التوكيد المعنوي يكون بذكر النفس او العين او جميع او عام او كلا او كتا على شرط ان تضاف هذه المؤكدات الى دمير يناسب المؤكد نحو جاء الرجل عينه والرجلان انفسهما ورأيت القوم كلهم احسنت الى فقراء القرية عامتهم جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما وفائدة التوكيد بالنفس والعين رفع احتمال ان يكون في الكلام مجاز او سهو او نسيان فان قلت جاء الامير فربما يتوهم السامع ان اسناد المجيء اليه هو على سبيل التجوز او النسيان او السهو فتؤكده بذكر النفس او العين رفعا لهذا الاحتمال فيعتقد السامع حينئذ ان الجائية هو لا جيشه ولا خدمه ولا حاشيته ولا شيء من الاشياء المتعلقة به وفائدة التوكيد بكل وجميع وعامة الدلالة على الاحاطة والشمول فاذا قلت جاء القوم فربما يتوهم السامع اما بعضهم قد جاء والبعض الاخر قد تخلف عن المجيء فتقول جاء القوم كلهم دفعا لهذا التوهم لذلك ما يقال جاء علي كله لانه لا يتجز فاذا قلت اشتريت الفرس كله صحة لانه يتجز من حيث البيع وفائدة التوكيد بكلا وكلتا اثبات الحكم للاثنين المؤكدين معا فاذا قلت جاء الرجلان وانكر السامع ان الحكم ثابت للاثنين معا او توهم ذلك تقول جاء الرجلان كلاهما دفعا لانكاره او دفعا لتوهمه ان الجائي احدهما لا كلاهما لذلك يمتنع ان يقال اختصم الرجلان كلاهما وتعاهد سليم وخالد كلاهما بل يجب ان تحذف كلمة كلاهما لان فعل المخاصمة والمعاهدة لا يقع الا من اثنين فاكثر فلا حاجة الى توكيد ذلك لان السامع لا يعتقد ولا يتوهم انه حاصل من احدهما دون الاخر عنوان ثلاثة تتم الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المائتي واحد اذا اريد تقوية التوكيد يؤتى بعد كلمة كله بكلمة اجمع وبعد كلمة كلها بكلمة جمع وبعد كلمة كلهم بكلمة اجمعين وبعد كلمة كلهن بكلمة جمع تقول جاء الصف كله اجمع وجاءت القبيلة كلها جمع قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون وتقول جاء النساء كلهن جمع وقد يؤكد باجمع وجمع او اجمعين وجمع وان لم يتقدمهن لفظ كل ومنه قوله تعالى لاغوينهم اجمعين اثنان لا يجوز تثنية اجمع وجمع استغناء عن ذلك بلفظ كلا وكلتا فيقال جاء جمعوان ولا جاءت جمعوان كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء فقالوا زيد وعمر سيان في الفضيلة ولم يقولوا سواء ثلاثة لا يجوز توكيد النكرة الا اذا كان توكيدها مفيدا بحيث تكون النكرة المؤكدة محدودة والتوكيد من الفاظ الاحاطة والشمول نحو اعتكفت اسبوعا كله ولا يقال صمت دهرا كله ولا سرت شهرا نفسه لان الاول مبهم والثاني مؤكد بما لا يفيد الشمول اربعة اذا اريد توكيد الدمير المرفوع المتصل او المستتر بالنفس او العين وجب توكيده اولا بالدمير المنفصل نحو جئت انا نفسي ذهبوهم انفسهم علي سافر هو نفسه اما ان كان الدمير منصوبا او مجرورا فلا حاجة فيه الى ذلك نحو اكرمتهم انفسهم ومررت بهم انفسهم وكذا ان كان التوكيد غير النفس والعين نحو قاموا كلهم وسافرنا كلنا خمسة الدمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل دمير متصل مرفوعا كان نحو قمت انت او منصوبا نحو اكرمتك انت او مجرورا نحو مررت بك انت ويكون في محل رفع ان اكد به الدمير المرفوع وفي محل مسب ان اكد به الدمير المنصوب وفي محل جر ان اكد به الدمير المجرور ستة يؤكد المظهر بمثله لا بالدمير فيقال جاء علي نفسه ولا يقال جاء علي هو والمضمر يؤكد بمثله وبالمظهر ايضا فالاول نحو جئت انت نفسك والثاني نحو احسنت اليهم انفسهم سبعة ان كان المؤكد بالنفس او العين مجموعا جمعتهما فتقول جاء التلاميذ انفسهم او اعينهم وان كان مثنا فالاحسن ان تجمعهما نحو جاء الرجلان انفسهما او اعينهما وقد يجوز ان يثنيا تبعا للفظ المؤكد فتقول جاء الرجلان نفسهما او عيناهما وهذا اشلوم ضعيف في العربية ثمانية يجوز ان تجرى النفس او العين بالباء الزائدة نحو جاء علي بنفسه والاصل جاء علي نفسه فتكون النفس مجرورة لفظا بالباء الزائدة مرفوعة محلا لانها توكيد للمرفوع وهو علي عنوان ثلاثة البدل الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائتين البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه نحو واضع نحو الامام علي فعلي تابع لامام في اعرابه وهو المقصود بحكم نسبة وضع نحو الي والامام انما ذكر توطئة وتمهيد له ليستفاد بمجموعهما فضل توكيد وبيان لا يكون في ذكر احدهما دون الاخر فالامام غير مقصود بالذات لانك لو حظفته لست قل علي بالذكر منفردا فلو قلت واضع النحو علي كان كلاما مستقلا ولا واسطة بين التابع والمدبوع اما اذا كان التابع مقصودا بالحكم بواسطة حرف من احرف العطف فلا يكون بدلا بل هو معطوف نحو جاء علي وخالد وقد خرج عن هذا التعريف النات والتوكيد ايضا لانهما غير مقصودين بالذات وانما المقصود هو المنعوط والمؤكد وفي البدل مبحثان عنوان واحد اقسام البدل الصفحة السادسة والثلاثون بعد الماتين البدل اربعة اقسام البدل المطابق ويسمى ايضا بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال والبدل المباين فالبدل المطابق او بدل الكل من الكل هو بدل الشيء مما كان طبق معناه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فالصراط المستقيم وصراط المنعم عليهم متطابقان معنا لانهما كليهما يدلان على معنا واحد وبدل البعض من الكل وبدل الجزء من كله قليلا كان ذلك الجزء او مساويا للنصف او اكثر منه نحو جاءت القبيلة ربعها او نصفها او ثلثاها ونحو الكلمة ثلاثة اقسام اسم وفعل وحرف ونحو جاءت تلامير عشرون منهم وبدل الاجتمال هو بدل الشيء مما يجتمل عليه على شرط ان لا يكون جزءا من نحو نفعني المعلم علمه احببت خالدا شجاعته وعجبت بعلي خروقه الكريم فالمعلم يشتمل على العلم وخالد يشتمل على الشجاعة وعلي يشتمل على الخلق وكل من العلم والشجاعة والخلق ليس جزءا ممن يشتمل عليه ولا بد لبدل البعض وبدل الاجتمال من ضمير يربطهما بالمبدل مذكورا كان كقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم وقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه او مقدرا كقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود والتقدير النار ذات الوقود فيه اي في الاخدود وهو الشق المستقيل في الارض والنار بدل من الاخدود وهو بدل اجتمال لان الاخدود المذكور كان مجتملا على النار وقد اختلف في اصحاب الاخدود ومن احرقهم واقرب ما قيل في ذلك ان ذا نواس اليهودي من حمير لما تنصر اهل نجران غزاهم فحفر فحفر لهم اخاديد في الارض ادرم فيها النيران فمن لم يرجع عن دينه الجديد احرقه فيها فذلك قوله تعالى مادحا من ثبت منهم على الحق ذا من من فعل بهم ذلك قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد والبدل المباين هو بدل الشيء مما يباينه بحيث لا يكون مطابقا ولا بعضا منه ولا يكون المبدل منه مجتملا عليه وهو ثلاثة انواع بدل الغلط وبدل المسيان وبدل الاضراب فبدل الغلط ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق اليه اللسان فذكر غلطا نحو جاء المعلم التلميذ اردت ان تذكر التلميذ فسبق لسانك فذكرت المعلم غلطا فتذكرت غلطك فابدلت منه التلميذ وبدل النسيان ما ذكر ليكون بدلا من لفظ تبين لك بعد ذكره فساد قصده نحو سافر علي الى دمشق بعلبك توحمت انه سافر الى دمشق فأدارك نحو خذ القلم الورقة امرته امرته باخذ القلم ثم اضربت عن الامر باخذه الى امره باخذ الورقة وجعلت الاول في حكم المطروك والبدل المباين باقسامه لا يقع في كلام البلغاء والبليغ ان وقع في شيء منها اتى بين البدل والمبدل منه بكلمة بل دلالة على غلطه او نسيانه او اضرابه عنوان اثنان احكام تتعلق بالبدل واحد ليس بمشروط ان يتطابق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا بل لك ان تبدل اي النوعين شئت من الاخر قال تعالى الى صرات مستقيم صرات الله فابدل صرات الله وهو معرفة من صرات مستقيم وهو نكرة وقال لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فابدل ناصية وهو نكرة من الناصية وهو معرفة غير انه لا يحسن ابدال النكرة من المعرفة الا اذا كانت موصوفة كما رأيت في الاية الثانية اثنان يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم ولا يبدل المدمر من المدمر واما مثل قمت انت ومررت بك انت فهو توكيد كما تقدم ولا يبدل المدمر من الظاهر على الصحيح قال ابن هشام واما قولهم رأيت زيدا اياه فمن وضع نحويين وليس بمسموع ويزيد ابدال الظاهر من دمير الغائب كقوله تعالى واسروا النجوى الذين ظلموا فابدل الذين من الواعي التي هي دمير الفاعل ومن دمير المخاطب والمتكلم على شرط ان يكون بدل بعض من كل او بدل اجتمال فالاول كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فابدل الجار والمجرور وهما لمن من الجار والمجرور المدمر وهما لكم وهو بدل بعض من كل لان الاسوة الحسنة في رسول الله ليست لكل المخاطبين بل هي لمن كان يرجو الله واليوم الاخر منهم والثاني كقولك اعجبتني علمك فعلمك بدل من التاء التي هي ضمير الفاعل وهو بدل اجتمال ومنه قول الشاعر بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا فابدل مجدنا منا التي هي ضمير الفاعل وهو بدل اجتمال ايضا ثلاثة يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله فابدال الاسم من الاسم قد تقدم وابدال الفعل من الفعل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب فابدل يضاعف من يلقى وابدال الجملة من الجملة كقوله تعالى امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين فابدل جملة امدكم بانعام وبنين من جملة امدكم بما تعلمون لقد تبدل الجملة من المفرد كقول الشاعر الى الله اشكو بالمدينة حاجة وبالشام اخرى كيف يلتقياني ابدل كيف يلتقياني من حاجة اخرى والتقدير الاعرابي اشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما والتقدير المعنوي اشكو الى الله تعذر التقائ هاتين الحاجتين اربعة اذا ابد اسم من اسم استفهام او اسم شرط وجب ذكر همزة الاستفهام او ان الشرطية مع البدل فالاول نحو كم مالك اعشرون ام ثلاثون من جاءك اعلي ام خالد ما صنعت اخيرا ام شر والثاني نحو من يجتهد ان علي وان خالد فاكرمه ما تصنع ان خيرا وان شرا تجزبه حيثما تنتظرني ان في المدرسة وان في الدار وافق عنوان اربعة اطف البيان الصفحة الثانية والاربعون بعد المائتين اطف البيان هو تابع جامد يشبه النعط في كونه يكشف عن المراب كما يكشف النعط وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموبحة لكلمة غريبة قبلها كقول الراجز اقسم بالله ابو حفص امر فامر عطف بيان على ابو حفص ذكر لتوضيحه والكشف عن المراد به ويتفسير له بيان واراد به سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفائدته يضاح متبوعه ان كان المتبوع معرفة كالمثال السابق وتخصيصه ان كان نكرا نحو اشتريت حليا سوارا ومنه قوله تعالى او كفارة طعام مساكين ويجب ان يطابق متبوعه في الاعراب والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير ومن عطف البيان ما يقع بعد اي وان التفسيريتين غير ان اي تفسر بها المفردات والجمل وان لا يفسر بها الا الجمل المجتملة على معنى القول دون احرفه تقول رأيت ليثا اي اسدا واشرت اليه ايذهب وتقول كتبت اليه ان عجل بالحضور واذا تضمنت اذا معنى اي التفسيرية كانت حرف تفسير مثلها نحو تقول امتقيت الفرس اذا ركبته وسيأتي لهذا البحث فضل بيان في باب الحروف عنوان احكام تتعلق بعطف البيان الصفحة الثالثة والاربعون بعد المائتين واحد يجوز ان يكون عطف البيان اوضح من مبوعه واشهر وإلا فهو بدل جاء هذا الرجل فالرجل بدل من اسم الاشارة وليس عطف بيان لان اسم الاشارة اوضح من المعرف بأل واجاز بعض النحويين ان يكون عطف بيان لانهم لا يشترطون فيه ان يكون اوضح من المبوع وما هو بالرأي السديد لانه انما يؤتى به للبيان والمبين يجب ان يكون اوضح من المبين اثنان الفرق بين البدل وعطف البيان ان البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل واما عطف البيان فليس هو المقصود بل ان المقصود بالحكم هو المتبوع وانما ما جئ بالتابع اي عطف البيان توضيحا له وكشفا عن المراد منه انتهى الوجه الاول ثلاثة كل ما جاز ان يكون عطف بيان جاز ان يكون بدل الكل من الكل اذا لم يمكن الاستغناء عنه او عن مدبوع فجب حين اذن ان يكون عطف بيان فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك فاطمة جاء حسين اخوها لانك لو حففت اخوها من الكلام لفسد التركيم ومثال ومثال عدم جواز الاستغناء عن المتبوع قول الشعر ان ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه الوقوع فبشر عطف بيان على البكري لا بدل منه لانك لو حففت المتبوع وهو البكري لوجب ان تضيف التارك الى بشر وهو منتنع لام اضافة ما فيه ال اذا كان ليس مثنا او مجموعا جمع مذكر سالما الى ما كان مجردا عنها غير جائزة كما علمت في مبحث الاضافة ومن ذلك قول الاخر ايا اخلينا عبد شمس ونوفلا اعيدكما بالله ان تحدث حربا فعبد شمس معطوف على اخلينا عطف بيان ونوفلا معطوف بالواوي على عبد شمس فمثله عطف بيان ولا تجوز البدلية هنا لانه لا يستغنى عن المتبوع لا يصح ان يقال ايا عبد شمس ونوفلا بل يجب ان يقال ونوفل بالبناء على الدم لان المنادى اذا عطف عليه اسم مجرد من الوى الاضافة وجد بناءه لانك ان ناديته كان كذلك نحو يا نوفل كما عرفت ذلك في مبحث احكام طوابع المنادى ومن ذلك ان تقول يا زيد الحارث فالحارث عطف بيان على زيد ولا يجوز ان يكون بدلا منه لانك لو حذفت المتبوع واحللت التابع محله لقلت يا الحارث وذلك لا يجوز لان لا يزتمعان الا في لفظ الجلالة اربع يكون عطف البيان جملة كقوله تعالى توسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادنك على شجرة الخلب وملك لا يبلاء فجملة قال يا ادم هل ادنك عطف بيان على جملة فوسوس اليه الشيطان وقد منع ان نحات عطف البيان في الجمل وجعلوهم باب البدل واثبته علماء المعاني وهو الحق ومنه قومه تعالى ايضا ونود ان تلكم الجنة فجملة ان تلكم الجنة عطف بيان على جملة نود عنوان خمسة المعطوف بالحرف الصفحة الخامسة والاربعون بعد المائتين المعطوف بالحرف هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف نحو جاء علي وخالد اكرمت سعيدا ثم سليما ويسمى العطف بالحرف عطفا مسق ايضا وفيه سلاثة مباحث واحد احرف العطف احرف العطف تسعة وهي الواو والفاء والثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن فالواو والفاء وثم وحتى تفيد مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم والإعراب دائما وأو وأم إن كانت لغير الإضراب عن المعطوف عليه إلى المعطوف فكذلك نحو خذ القلم أو الورقة ونحو أخوالد جاء أم سعيد وإن كانت للإضراب فلا تفيدان المشاركة بينهما في المعنى وإنما هما للتشريك في الإعراب فقط نحو لا يذهب سعيد أو لا يذهب خالد ونحو أذهب سعيد أم أذهب خالد وبل تفيد الإضراب والعدول عن المعطوف عليه إلى المعطوف نحو جاء خالد بل علي ولكن تفيد الاستدراك نحو ما جاء القوم لكن سعيد ولا تفيد مع العطف ما في الحكم أما قبلها وإثباته لما بعدها نحو جاء علي لا خالد عنوان إثمان معاني أحرف العطف الصفحة السادسة والأربعون بعد المئتين واحد الول تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فإذا قلت جاء علي وخالد فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء سواء أكان علي قد جاء قبل خالد أم بالعكس أم جاء معا وسواء أكان هناك مهلة بين مجيئهما أم لم يكن اثنان الفاء تكون للتركيب والتعقيب فإذا قلت جاء علي فسعيد فالمعنى أن علي جاء أول وسعيد جاء بعده بلا مهلة بين مجيئهما ثلاثة ثم تكون للتركيب والتراخ فإذا قلت جاء علي ثم سعيد فالمعنى أن علي جاء أول وسعيد جاء بعده وكان بين مجيئهما مهلة أربع حتى العطف بها قليل وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا وأن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه وأن يكون أشرف من المعطوف عليه أو أخس منه وأن يكون مفرداً لا جملة نحو يموت الناس حتى الأنبياء غلبك الناس حتى الصبيان أعجبني علي حتى فوه وأعلم أن حتى تكون أيضاً حرف جر كما تقدم وتكون حرف ابتداء فما بعدها جملة مستأنفة كقول الشار فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل خمسة أو إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير نحو تزوج هنداً أو أختها وإما للإباحة نحو جالس العلماء أو الزهاب وإما للإضراب نحو اذهب إلى دمشق أو دع ذلك فلا تذهب اليوم أي بل دع ذلك أمرته بالذهاب ثم عدلت عن ذلك والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز فيها الجنو بين الشيئين فإذا قلت جالس العلماء أو الزهاب جاز لك الجمع بين مجالسة الفريقين وجاز أن تجالس فريقاً دون فريق وأما التخيير فلا يجوز فيه الجمع بينهما لأن الجمع بين الأختين في عقد النكاح غير جائز وإن وقعت أو بعد كلام خبري فهي إما للشك كقوله تعالى قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم وإما للإبهام كقوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ومنه قول الشاعر نحن أو أنتم الأولى ألف الحق فبعداً للمبطلين وسحقا وإما للتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وإما للتفصيل بعد الإجمال نحو اختلف القوم فيمن ذهب فقالوا ذهب سعيد أو خالد أو علي ومنه قوله تعالى قالوا ساحر أو مجنون أي بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وإما للإضراب بمعنى بل كقوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون ونحو ما جاء سعيد أو ما جاء خالد ستة أم على نوعي متصلة ومنقطعة فالمتصلة هي التي يكون ما بعدها متصلا بما قبلها ومشاركا له في الحكم وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية فالأول كقولك أعلي في الدار أم خالد والثاني كقوله تعالى سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم وإنما سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغمى بأحدهما عن الآخر وأم المقطعة هي التي تكون لقطع الكلام الأول واستئناف ما بعده ومعناها الإضراب كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء والمعنى بل جعلوا لله شركاء قال الفراء يقولون هل لك قبل ما حق أم أنت رجل ظالم يريدون بل أنت رجل ظالم وطالة تتضمن مع الإضراب استفهراما إنكاريا كقوله تعالى أم له البنات ولكم البنون ولو قدرت أم في هذه الآية للإضراب المحب من غير تضمن معنى الإنكار لزم المحال سبعة بل تكون للإضراب والعضول عن شيء إلى آخر إن وقعت بعد كلام مثبت خبرا كان أو أمراء وللاستدراك بمنزلة لكن إن وقعت بعد نفي أو نهي ولا يؤطف بها إلا بشرط أن يكون معطوفها مفرداً غير جملة وهي إن وقعت بعد الإيجاب أو الأمر كان معناها سلب الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عن وجعله لما بعدها نحو قام سليم بل خالد ونحو ليقم علي بل سعيد وإن وقعت بعد النفي أو النهي كان معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام سعيد بل خليل ونحو لا يذهب سعيد بل خليل فإن تلاها جملة لم تكن للعطف بل تكون حرف ابتداء مفيداً للإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي فالأول كقوله تعالى وقال اتخف الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد وقوله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق والثاني كقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وقوله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بقلوبهم في غمره وقد تزاد قبلها لا بعد إثبات أو نفي فالأول كقول الشاعر وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقضل الشمس كسفة أو أفول والثاني كقول الآخر وما هجرتك لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخ لا إلى أجلي ثمانية لكن تكون الاستدراك بشرط أن يكون معطوفها مفردا أي غير جملة وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهي وأن لا تقترن بالواو نحو ما مررت برجل طالح لكن صالح ونحو لا يقم خليل لكن سعيد فإن وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء فالأول كقول الشاعر إن ابن أرقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتهر والثاني كقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي ولكن كان رسول الله فرسول منصوب لأنه خبر كان المحذوف وليس معطوفا على أبا وكذلك إن وقعت بعد الإيجاب في حرف ابتداء أيضا مثل قام خليل لكن علي فعلي مبتدأ محذوف الخبر والتقدير لكن علي لم يقم وهي بعد النفي والنهي مثل بل معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها وجعل ضده لما بعدها تسعة لا تفيد مع النفي العطفة وهي تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها وشرط مع توفيها أن يكون مفردا أي غير جملة وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر نحو جاء سعيد لا خالد ونحو خذ الكتاب للقلمة وأثبت الكوفيون العطف ليس إن وقعت موقع لا نحو خذ الكتاب ليس القلمة وعليه قول الشاعر أين المقر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فليس هنا حرف عطف والغالب معطوف على المغلوب ولو كانت هنا فعلا ماقصا لنصب الغالب على أنه خبر لها عنوان ثلاثة أحكام تتعلق بعطف النسق واحد يعتف الظاهر على الظاهر نحو جاء زهير وأسامة والمدمر على المدمر نحو أنا وأنت صديقان ونحو أكرمتهم وإياكم والمدمر على الظاهر نحو جاءني علي وأنت ونحو أكرمت سليما وإياك والظاهر على المدمر نحو ما جاءني إلا أنت وعلي ونحو ما رأيت إلا إياك وعليا غير أن الضمير المتصل المرفوع والضمير المستكرا لا يحسن أن يعتف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المنفصل نحو جئت أنا وعلي ومنه قوله تعالى اذهب أنت وربك ويجوز العطف عليهما أيضا إذا كان بينهما فاصل أي فاصل كقوله تعالى يدخلونها ومن صلح وقوله ما أشرقنا ولا آباؤنا فقد عطف من في الآية الأولى على الواوي في يدخلونها لوجود الفاصل وهو ها التي هي ضمير المفعول به وأطف آباء في الآية الثانية على ما في أشرقنا لوجود الفاصل وهو لا وذلك جائز أما العطف على الضمير المجرور فالحق أنه جائز ومنه قوله تعالى وقفر به والمسجد الحرام وقوئ في بعض القراءات السبعة وابتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر عطفا على الهاء والكثير إعادة الجار كقوله تعالى فقال لها والأرض ائتها طوعا أو كرها ونحو أحسنت إليك وإلى علي ونحو أكرمت غلامك وغلام سعيد اثنان يؤطف الفعل على الفعل بشرط أن يتحد زمانا سواء اتحد نوعا كقوله تعالى وإن تؤمن وتتق تكم أجوركم أن اختلف نحو إن تج أكرمتك وأعطك ما تريد ثلاثة يجوز حذف الواو والفاء ما معطو فيهما إذا كان هناك دليل كقوله تعالى أنضرب بعصاك الحشر فانبجست أي فضرب فانبجست وقول الشاعر فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قل أي بين الخير وبيني أربعة تختص الواو من بين سائر أخواتها بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي به الكلام نحو اختصم زيد وعمر اشترك خالد وبكر جلست بين سعيد وسليم فإن الاختصام والاشتراك والبينية من المعاني التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا ولا يجوز أن تقع الفاء ولا غيرها من أحرف العطف في مثل هذا الميطة فلا يقال اختصم زيد فعمر اشترك خالد ثم بكر جلست بين سعيد أو سليم خمسة كثيرا ما تقتضي الفاء مع العطف معنى السببية إن كان المعطوف بها جملة كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه عنوان الباب الثاني عشر حروف المعاني الصفحة الرابعة والخمسون بعد المئتين الحرف على دربين حرف مبنى وحرف معنى فحرف المبنى ما كان من بنية الكلمة ولا شأن لنا فيه وحرف المعنى ما كان له معنا لا يظهر إلا إذا انطهم في الجملة كحروف الجر والاستفهام والعطف وغيرها وهو قسمان عامل وعاطل فالحرف العامل ما يحدث إعرابا أي تغيرا في آخر غيره من الكلمات والحروف العاملة هي حروف الجر ونواصب المضارة والأحرف التي تجزم فعلا واحدا وإن وإذما اللتان تجزمان فعلين والأحرف المشبهة بالفعل التي تنصب الإسم وترفع الخبر ولا النافية للجنس التي تعمل عمل إنا فتنصب الإسم وترفع الخبر وما ولا ولا وإن المشبهات بليس في العمل فترفع الإسم وتنصب الخبر وقد سبق الكلام عليها والحرف العاطل ويسمى غير العامل أيضا ما لا يحدث إعرابا في آخر غيره من الكلمات كهل وهلا ونعم ولولا وغيرها أنواع الحروف الحروف بحسب معناها سواء أكانت عاملة أم عاطلة واحد وثلاثون نوعا وهي عنوان واحد أحرف النفش الصفحة الخامسة والخمسون والخمسون بعد المائتين وهي لم ولما اللتاني تجزمان فعلا مضارعا واحدا ولن التي تنصب الفعل المضارع وما وإن ولا ولا تا فما وإن تنفياني الماضي نحو ما جئت إن جاء إلا أنا والحال نحو ما أجلس إن يجلس إلا أنا وتدخلاني على الفعل كما رأيت وعلى الاسم نحو ما هذا بشرا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ولا تنفي الماضي كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى والمستقبل كقوله كل أسألكم عليه أجرا ولا تا خاصة بالدخول على حين وما أشبعه من ظروف الزمان نحو ولا تحين مناص وكقول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي وهي بمعنى ليس عنوان اثنان أحرف الجواب الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين وهي نعم وبلا وإي وأجل وجير وإن ولا وكلا ويؤتى بها بالدلالة على جواب على جملة الجواب المحروفة قائمة مقامها فإن قيل لك أتذهب فقلت نعم فالمعنى نعم أذهب فنعم سادة مسد الجواب وهو أذهب وأزل بمعنى نعم وهي مثلها تكون تصديقا للمخبر في إخباره كأن يقول قائل حضر الأستاذ فتقول نعم تصدق كلامه وتكون لإعلام المستخبر كأن يقال هل حضر الأستاذ فتقول نعم وتكون لوعد الطالب بما يطلب كأن يقول لك الأستاذ اجتهد في دروسك فتقول نعم تعيده بما طلب منك وإي لا تستعمل إلا قبل القسم كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق إي توكيد للقسم والمعنى نعم وربي وبين بلى ونعم وأجل فرق فبلى تختص بوقوعها بعد النفي فتجعله إثباتا كقوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعث وقوله ألستم ربكم قالوا بلى أي بلى أنت ربنا بخلاف نعم وأجل فإن الجواب بهما يتبع ما قبلهما في إثباته ونفيه فإن قلت لرجل أليس لي عليك ألف درهم فإن قال بلى لزمه ذلك لأن المعنى بلى لك علي ذلك وإن قال نعم أو أجل لم يلزمه لأن المعنى نعم ليس لك علي ذلك وييري حرف جواب بمعنى نعم وهو مبني على الكسر وقد يبنى على الفتح والأكثر أن يقع قبل القسم نحو جيري لأفعل النه أي نعم والله لأفعل النه ومنهم من يجعله اسما بمعنى حق قال الجوهري في صحاحه قولهم جيري لآتي أنك بكسر يمين للعربي بمعنى حق وإن حرف جواب بمعنى نعم يقال لك هل جاء زهير فتقول إنه قال الشاعر بكر العواذل في الصبوح يلمني وألوم هنه ويقول شيب قد عليك وقد كبرت فقلت إنه والهاء التي تلحقه هي هاء السكت التي تزاد في الوقف لا هاء الضمير ولو كانت هاء الضمير لا ثبتت في الوصل كما تثبت في الوقف وليس الأمر كذلك لأنك تحذفها إن وصلت فيقال لك هل رجع أسامة فتقول إن يا هذا أي نعم يا هذا قد رجع وأيضا قد يكون الكلام على الخطاب أو التكلم والهاء هذه على حالها نحو هل رجعتم فتقول إنه وتقول هل نمشي فتقول إنه ولو كانت هذه الهاء هاء الضمير وهي للغيبة لكان الكلام فاسدا وإن الجوابية هذه منقولة عن إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر لأن الجواب تصديق وتحقيق وهما والتأكيد من باب واحد انتهى الشريط الحادي والثلاثون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والثلاثون من الكتاب ولا وكلا تكونان من نفي الجواب وتفيد كلا مع النفي ربع المخاطب وذجرة تقول لمن يزين لك السوء ويغريك بإتيانه كلا أي لا أجيبك إلى ذلك فارتدع عن طلبك وقد تكون كلا بمعما حقا كقوله تعالى كلا إن الإنسان لوط أم رآه استغنى عنوان ثلاثة حرف التفسير الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئتين وهما أي وأن وهما موضوعان لتفسير ما قبلهما غير أن أي تفسر بها المفردات نحو رأيت ليثا أي أسدا والجمل كقول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي وأما أن فتختص بتفسير الجمل ويتقع بين جملتين تتضمن الأولى منهما معنى القول دون أحرفه كقوله تعالى فأوحينا إليه أنصنع الفلك ونحو كتبت إليه أن احضر عنوان أربعة أحرف الشرط الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئتين وهي إن وإن ما الجازمتان ولو ولولا ولو ما وأما ولما ولو على نوعي واحد أن تكون حرف شرق لما مضى فتفيد امتناع شيء لامتناع غيره وتسمى حرف امتناع لامتناع أو حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره فإن قلت لو جئت لأكرمتك فالمعنى قد امتناع إكرامي إياك لامتناع مجيئك لأن الإكرام مشروط بالمجيئ ومعلق عليه ولا يليها إلا الفعل الماضي صيغة وزمانا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة اثنان أن تكون حرف شرط للمستقبل بمعنى إن وهي حينئذ لا تفيد الامتناع وإنما تكون لمجرد ربط الجواب بالشرط كإن إلا أنها غير جازمة مثلها فلا عمل لها والأكثر أن يليها فعل مستقبل معنى لا صيغة كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أي إن يتركوا وقد يليها فعل مستقبل معنى وصيغة لو تزورني لسررنا بلقائك أي انتظرني وتحتاج لو بنوعيها إلى جواب كجميع أدوات الشرط ويجريه في جوابها أن يقترن باللام كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وأن يتجرب منها كقوله تعالى ولو نشاء جعلناه أجاجا وقوله لو شاء ربك ما فعلوه إلا أن يكون مدارعا منفيا فلا يجوز اقترانه بها نحو لو جتهت لم تندم ولولا ولوما حرف شرط يدلان على امتناء شيء لوجود غيره فإن قلت لولا رحمة الله لهلك الناس ولوما الكتابة لضاع أكثر العلم فالمعنى أنها انتمع هلاك الناس لوجود رحمة الله تعالى وانتمع ضياع أكثر العلم لوجود الكتابة وهما تلزمان الدخول على المبتدع والخبر كما رأيت غير أن الخبر بعدهما يحظف وجوبا في أكثر التراكيد والتقدير لولا رحمة الله حاصلة أو موجودة ولولا الكتابة حاصلة أو موجودة وتحتاجان إلى جواب كما تحتاج إليه لو وحكم جوابهما كحكم جوابها فياقترن باللام كما رأيت أو يجرد منها نحو لولا كرم أخلاقك ما علوت وينتمع من اللام في نحو لولا حب العلم لم أغترب لأنه مضارع منفي وأما بالفتح والتجديد حرف شرط يكون للتفصيل أو التوكيد وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط والمهكور بعدها جواب الشرط فلذلك تلزمه فاء الجواب للرد فإن قلت أما أنا فلا أقول غير الحق فالمعنى مهما يكون من شيء فلا أقول غير الحق أما كونها للتفصيل فهو الأصل فيها كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده وأما كونها للتأكيد فنحو فنحو أن تقول خالد شجاع فإن أردت توكيد ذلك وأنه لا محالة واقعا قلت أما خالد فشجاع والأصل مهما يكون من شيء فخالد شجاع ولما حرف شرط موضوع للدلالة على وجود شيء لوجود غيره ولذلك تسمى حرف وجود لوجود وهي تختص بالدخول على الفعل الماضي وتقتضي جملتين وجدت أخراهما عند وجود أولاهما والأولى هي الشرط والأخرى هي الجواب نحو لما جاء أكرمته وتحتاج إلى جواب لأنها في معمى أدوات الشرط ويكون جوابها فعلا ماضيا كما رأيت أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو بالفاء كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ومن العلماء من يجعلها ظرفا للزمان بمعنى حين ويذيفها إلى جملة الشرط وهو المشهور بين المعربين والمحققون على أنها حرف للربط عنوان خمسة أحرف التحديد والتنديم الصفحة الحادية والستونة بعد المئتين وهي هل لا وألا ولو ما ولولا وألا والفرق بين التحديد والتنديم أن هذه الأحرف إن دخلت على المدارع فهي للحض على العمل وترك التهاون فيه نحو هل لا يرتبع فلان عن غيه ألا تتوب من ذنبك لو لا تستغفرون الله لو ما تأتينا بالملائكة ألا تحبون أن يغفر الله لكم وإن دخلت على الماضي كانت لجعل الفائل يندم على فوات الأمر وعلى التهاون به نحو هل لا اجتهدتا تقرعه على إهناده وتوبخه على عدم الاجتهاد فتجعله يندم على ما فرت يضيع ومنه قيله تعالى فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة عنوان ستة أحرف العرض الصفحة الحادية والستونة بعد المئتين العرض الطلب بلين ورفق فهو عكس التحديد لأن هذا هو الطلب بشدة وحث وإزعاج وأحرفه هي ألا وأما ولو نحو ألا تزورنا فنأمس بك أما تضيفنا فتلقى فينا أهلا لو تقيم بيننا فتصيب خيرا وقد تكون أما تحقيقا للكلام الذي يتموها فتكون بمعنى حقا نحو أما إنه رجل عاقل تعني أنه عاقل حقا عنوان سبعة أحرف التنبيه الصفحة الثانية والستونة بعد المائتين وهي ألا وأما وها ويا فألا وأما يستفتح بهم الكلام وتفيدان تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام وتفيد ألا مع التنبيه تحققا ما بعدها كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأعلم أن ألا وأما معناهما التنبيه ومكانهما مفتتح الكلام وها حرف موضوع لتنبيه المخاطب وهو يدخل على أربعة أشياء واحد على أسماء إشارة الدالة على القريب نحو هذا وهذه وهذين وهاتين وهؤلاء أو على المتوسط إن كان مفردا نحو هذاك أما على البعيد فلا ويجيل الفصل بينهما بكاف التشبيه كقوله تعالى فلما جاءت كيلة هكذا عرشك وبالدمير المرفوع كقوله ها أنتم أولى ونحو ها أنا ذا ها أنتما ذاني ها أنت ذي اثنان على دمير الغفع وإن لم يكن بعده اسم إشارة كقول الشاعر فها أنا تائب من حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب غير أنها إن دخلت على دمير الغفع فالأكثر أمي ليه اسم الإشارة نحو ها أنا ذا ها نحن أولئي ها أنتم أولئي ها هو ذا ها هما ذاني ها هم أولئي ها أنتم تاني امرأتاني ثلاثة على الماضي المقرون بقبض نحو ها قد رجعت أربعة على ما بعد أي في النداء كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رادية مرضية وهي تلزم في هذا الموضع وجوبا للتنبيه على أن ما بعدها هو المقصود بالنداء ويا أصلها حرف نداء فإن لم يكن بعدها مناداء كانت حرفا يقصد به تنبيه السامع إلى ما بعدها وقيل إن جاء بعدها فعل أمر فهي حرف نداء والمناداء محذوف كقوله تعالى ألا يا اسجدوا والتقدير ألا يا قوم اسجدوا وإلا فهي حرف تنبيه كقوله يا ليت قوم يعلمون وكحديث يا ربك ياسية في الدنيا عارية يوم القيامة ومنه قول الشاعر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري والحق أنها حرف تنبيه في كل ذلك عنوان ثمانية الأحرف المصدرية الصفحة الثالثة والستون بعد المائتين وتسمى الموصولات الحرفية أيضا وهي التي تجعل ما بعدها في تأويل مصدر وهي أن وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية نحن صرني أن تنازم الفضيلة أحب أن تجتنب الراثيلة ارحم لكي ترحم أود لو تجتهدوا والله خلقكم وما تعملون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم والموضع المؤول بعدها يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحسب العامل قبله ففي المثال الأول مرفوع لأنه فاعل وفي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول به وفي المثال الثالث مجرور بالله وفي المثال الرابع منصوب أيضا لأنه مفعول به وفي المثال الخامس منصوب أيضا لأنه معطوف على كاف الضمير في خلقكم المنصوبة محلا لأنها مفعول به وفي المثال السادس مرفوع لأنه مبتدأ خبره مقدم عليه وهو سواء وتكون ما مصدرية مجردة عن معنى الظرفية نحو عجبت مما تقول غير الحق أي من قولك غير الحق وتكون مصدرية الظرفية فقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا فحضف الظرف وخلفتهما وصلتها ويكون المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة وهو الأحسن أو يكون في موضع جر بالإضافة إلى الظرف المحذوف وأكثر ما تقع له بعد ود ويود كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وقد تقعوا بعد غيرهما كقول قتيلة ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيه المحنق أي ما كان ضرك منك عليه بالعفو عنوان تسعة أحرف باستقبال الصفحة الخامسة والستون بعد الماتين وهي السين وسوف ومعاصب المضارع ولام الأمر ولا الناهية وإن وإذما الجازمتان فالسين وسوف تختصان بالمضارع وتمحضانه لاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال على الاستقبال كما أن لام التأكيد تخلصه للحال نحو إن سعيدا لا يكتب والسين تسمى حرف استقبال وحرف تنفيس أي توسية لأنها تنقل المضارع من الزمان الضيق وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال وكذلك سوف إلا أنها أطول زمانا من السين ولذلك يسمونها حرف تسويف فتقول سيشب الغلام وسوف يشيخ الفتاة لقرب زمان الشباب من الغلام وبعد زمان الشيخوخة من الفتاة وعزل التصاقهما بالفعل فلا يجوز أن يفصل بينهما وبينه شيء وإذا أردت نفي الاستقبال أتيت بلا في مقابلة السين وبلن في مقابلة سوفا نحو لا أفعل تنفي المستقبل القريب ونحو لم أفعل تنفي المستقبل البعيد ولا يجوز أن يؤتى بسوفا ولا مان ولا بسوفا ولن مان فلا يقال سوف لا أفعل ولا سوف لم أفعل كما يقول كثير من الناس وبينهم جنهرة من كتاب العصر عنوان عشرة أحرف التوكيد الصفحة السادسة والستون بعد المائتين وهي إن وأن ولام الابتداء ونون التوكيد واللام التي تقع في جواب القسم وقد ونون التوكيد إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة وقد اجتمعتها في قوله تعالى ليسجننن ولا يقونن من الصغرين ولا يؤكد بهنا إلا فعل الأمر نحو تعلمن والمدارع المستقبل الواقع بعد أداة من أدوات الطلب نحو لنجتهدن ولا نكسلن والمدارع الواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما الزائد كقوله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والمدارع المنفي بلا كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والمدارع المثبت المستقبل الواقع جوابا لقسم كقوله فالله لا أكيدن أصنامكم وتأكيده في هذه الحال واجب وفي غيرها مما تقدم جائز ولام القسم هي التي تقع في جواب القسم تأكيدا له فقوله تعالى طالله لقد آثرك الله علينا والجملة بعدها جواب القسم وقد يكون القسم مقدرا كقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتختص قد بالفعل الماضي والمدارع المتصرفين المثبتين ويشترط في المدارع أن يتجرد من المواصب والجوازم والسين وسوفا ويخطؤ من يقول قد لا يذهب وقد لم يذهب وقد شاع على ألسنة كثير من أدداء هذا العصر وعلمائه وأقلامهم دخول قد على لا ولم يسلم من ذلك بعد قدماء الكتاب وعلمائهم وإن ربما تقوم مقاملا في مثل هذا المقام فبدل أن يقال قد لا يكون مثلا يقال ربما لا يكون ولا يجوز أن يفصل بينها وبينا الفعل بفاصل غير القسم لأنها كالززئم أما بالقسم فجائز نحو قد والله فعلت وهي إن دخلت على الماضي أفادت تحقيق معنا وإن دخلت على المدارع أفادت تقليل وقوعه نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخير وقد تفيد التحقيق مع المدارع إن دل عليه دليل كقوله تعالى قد يعلم الله ما أنتم عليه ومما آنيها التوقع أي توقع حصول ما بعدها أي انتظار حصوله تقول قد جاء الأستاذ إن كان مجيئه منتظرا وقريبا وإن لم يجئ فعلا وتقول قد يقدم الغائب إذا كنت تترقم قدومه وتتوقعه قريبا ومن ذلك قد قامت الصلاة لأن الجماعة يتوقعون قيامها قريبا ومنها التقريب أي تقريب الماضي من الحال تقول قد قمت بالأمر لتدل على أن قيامك به ليس برعيد من الزمان الذي أنت فيه ومنها التكثير نحو قد نرى تقلب يجهك في السماء وتسمى قد حرف تحقيق أو تقليل أو توقع أو تقريب أو تكثير حسب معناها في الجملة التي هي فيها حادي عشر حرف الاستفهام الصفحة الثامنة والستون بعد المائتي وهما الهمزة وهل فالهمزة يستفهم بها عن المفرد وعن الجملة فالأول نحو أخالد شجاع أم سعيد والثاني نحو آه اجتهد خليل تستفهم عن نسبة الاجتهاد إلي ويستفهم بها في الإثبات كما ذكر وفي النفي نحو ألم يسافر أخوك وهل لا يستفهم بها إلا عن الجملة في الإثبات نحو هل قرأتم نحو ولا يقال هل لم تقرأه وأكثر ما يليها الفعل كما ذكر وقل أم يليها الاسم نحو هل علي مجتهد وإذا دخلت على المدارع خصصته بالاستقبال لذلك لا يقال هل تسافر الآن ولا تدخل على جملة الشرط وتدخل على جملة الجواب نحو إن يقم سعيد فهل تقوم ولا تدخل على إن ونحوها لأنها للتوكيد وتقرير الواقع والاستشفامنا في ذلك عنوان ثاني عشر أحرف التمني الصفحة الثامنة والستون بعد المئتين وهي ليت ولو وهل فليت موضوعة للتمني وهو طلب ما لا مطمع فيه أي المستحيل أو ما فيه أسر أي ما كان عسر الحصول فالأول نحو ليت الشباب يعود والثاني نحو ليت الجاهل عالما ولو هل قد تفيدان التمني لا بأصل الوضع لأن الأولى شرقية والثانية استفهمية فمثال لو في التمني قوله تعالى لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ومثال هل فيه قوله سبحانه هل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا عنوان ثالث عشر حرف الترجي والإشفاق الصفحة التاسعة والستون بعد المئتين وهو لعل وهي موضوعة للترجي والإشفاق فالترجي طلب الممكن المرغوب فيه كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمره الإشفاق هو توقع الأمر المكره والتخوف من حدوثه كقوله تعالى لأن لك داخل نفسك على آثارهم انتهى الوجه الأول عنوان رابع عشر حرف التشبيه الصفحة التاسعة والستون بعد المئتين وهما الكاف وكأن فالكاف نحو العلم كمور وقد تخرج عن معنى التشبيه فتكون زائدة للتوكيد نحو ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء وتكون بمعنى على نحو كن كما أنت أي على ما أنت علي وتكون اسما بمعنى مثل وقد تقدمت أمثلتها في حروف الجر وكأن نحو كأن العلم نور وإنما تتعين للتشبيه إن كان خبرها اسما جامدا كما مثل فإن كان غير ذلك فهي للشك نحو كأن الأمر واقع أو للظن نحو كأن في نفسك كلاما أو للتهكم نحو كأنك فاهم وكأن تقول لقبيح المنظر كأنك البدر أو للتقريب نحو كأن المسافر قادم ونحو كأنك بالشتاء مقبل عنوان خامس عشر أحرف الصلة الصفحة السبعون بعد المائتين المراد بحرف الصلة هو حرف المعنى الذي يزاد للتأكيد وأحرف الصلة هي إن وأن وما ومن والباء نحو ما إن فعلت ما تقره لما أن جاء البشير أكرمتك من غير ما معرفة ما جاء أنا من أحد ما أنا بمهمل وتزاد من في النفي خاصة لتأكيده وتعميمه كقوله سبحانه ما جاء أنا من بشير ولا نذير والاستفرام كالنفي كقوله سبحانه هل من خالق غير الله وقوله هل من مزيد وتزاد الباء لتأكيد النفي كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين ولتأكيد الإيجاب نحو بحسبك الاعتماد على النفس ونحو كفى بالله شهيدا أي حسبك الاعتماد على النفس وكفى الله شهيدا عنوان سادس عشر حرف التعليل الصفحة الحادية والسبعون بعد المائتي الحرف الموضوع للتعليل هو كي يقول القائل إني أطلب العلم فتقول كيمة أي لما تطلبه فيقول كي أخدم به الأمة أي لأجل أن أخدمها به وقد تأتي اللام وفي ومن للتعليل نحو فيما الخصاب سافرت للعلم مما خطيئاتهم أغرقوا عنوان سابع عشر حرف الردع والزجر الصفحة الحادية والسبعون بعد المائتين وهو كلا ويفيد مع الردع والزجر النفي والتنبيه على الخطأ يقول القائل فلان يبغدك فتقول كلا تنفي كلامه وتربعه عن مثل هذا القول وتنبهه على خطأه فيه وقد سبق الكلام عليها في أحرف الجواب فراجعه عنوان ثامن عشر اللامات الصفحة الحادية والسبعون بعد المائتين هي لام الجري نحو الحمد لله ولام الأمر كقوله تعالى لينفقه ساعة من ساعته ولام الابتداء نحو لدرهم حلال خير من ألف درهم حرام ولام البعد وهي التي تلحق أصماء الإشارة للدلالة على البعد أو توكيده نحو ذلك ذلكما ذلك ذلكنا ولام الجواب وهي التي تقع في جواب ولولا نحو لو اجتهدت لا أكرمتك لولا الدين لهلك الناس أو في جواب القسم كقوله تعالى تالله لأكيدا أصنعنكم واليام الموقئة للقسم وهي التي تدخل على أداة شرط للدلالة على أن الجواب بعدها إنما هو جواب لقسم مقدر قبلها لا جواب الشرط نحو لأن كنت بواجباتك لأكرمنك وجواب القسم قائما ما قام جواب الشرط ومغن عنه عنوان تاسى عشر تاء التأميث الساكنة الصفحة الثانية والسبعون معنى المائتي وهي التاء في نحو قامت وقعدت وتضحق الماضي للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث وهي ساكنة وتحرك بالكسر إن وليها ساكن كقوله تعالى قالت امرأة أمران وقوله قالت الأعراب آمنا ومن الفتح إن اتسل بها دمير الاثنين نحو قالت عنوان عشرون هاء السكت الصفحة الثانية والسبعون بعد المائتي وهي هاء ساكنة تلحق طائفة من الكلمات عند الوقف نحو ما أغمى عني مالية هلك عني سلطانية ونحو لمه كيمه كيف ونحوها فإن وصلت ولم تقف لن تثبت الهاء نحو لمجئتا كيم عصيت أمري كيف كان ذلك ولا تزاد هاء السكت للوقف عليها إلا في المدارع المعتل الآخر المجزوم بحذف آخره وفي الأمر المبني على حذف آخره وفي ماء الاستفامية وفي الحرف المبني على حركة وفي الاسم المبني على حركة بناء أصلية ولا يوقف بها السكت في غير ذلك إلا شذوها وقد سبق شرح ذلك في الكلام على الوقف في الجزء الثاني عنوان واحد وعشرون أحرف الطلب الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتي وهي لام الأمر ولا الناهية وحرف الاستفام وأحرف التحديد والتنديم وأحرف العرض وأحرف التمني وحرف الترج وقد سبق الكلام عليها عنوان اثنان وعشرون حرف التنوين الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتي حرف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لغبا وتفارقها خطا ووقفا وقد سبق الكلام عليه في أوائل الجزء الأول عنوان بقية الحروف الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتي ثلاث وعشرون أحرف النداء أربع وعشرون أحرف العطف خمس وعشرون أحرف نسب المدارة ست وعشرون أحرف جزمه سمع وعشرون حرف الأمر ثمان وعشرون حرف النهي تسع وعشرون الأحرف المشدهة بالفعل الناصبة الاسم الرافعة للخبر ثلاثون الأحرف المشدهة بليس الرافعة للاسم الناصبة للخبر واحد وثلاثون حروف الجري وقد سبق الكلام عليها في مواضئها من هذا الكتاب عنوان الخاتمة الصفحة الرابعة والسبعون بعد المائتي وهي تشتمل على ثلاثة فصول واحد العامل والمعمول والعمل وهذا الفصل يشتمل على أربعة مباحث واحد معنى العامل والمعمول والعمل متى انتظمت الكلمات في الجملة فمنها ما يؤثر فيما يليه فيرفع ما بعده أو ينصبه أو يجزم أو يجره كالفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به وكالمتدأ يرفع الخبر وكأدوات الجزم تجزم الفعل المدارع وكحروف الجرد تخفض ما يليها من الأسماء فهذا هو المؤثر أو العامل ومنها ما يؤثر فيه ما قبله فيرفعه أو ينصبه أو يجره أو يجزمه كالفاعل والمفعول والمضاف إليه والمسبوق بحرف جرد والفعل المدارع وغيرها فهذا هو المتأثر أو المعمول ومنها ما لا يؤثر ولا يتأثر كبعض الحروف نحو هل وبل وقد وسوف وهلا وغيرها من حروف المهاني والنتيجة الحاصلة من فعل المؤثر وانفعال المتأثر هي الأثر كعرامات الإعراب الدالة على الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم فهي نتيجة لتأثير العوامل الداخلة على الكلمات ولتأثير الكلمات بهذه العوامل فما يحدث تغيرا في غيره فهو العامل وما يتغير آخره بالعامل فهو المعمول وما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل أي ما ليس بمعمول ولا عامل والأثر الحاصل من رفع أو نصب أو جزم أو خفض يسمى العمل أي الإعراب عنوان اثنان العامل الصفحة الخامسة والسبعون بعد المئتين العامل ما يحدث الرفع أو النصب أو الجزم أو الخفض في مال والعوامل هي الفعل وشبهها والأدوات التي تنصب المدارع أو تجزم والأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر والأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وحروف الجر والمضاف والمبتدأ وقد سبق الكلام عليها إلا شبه الفعل فسيأتي الكلام عليه وهي قسمان لفظية ومعنوية فالعامل فالعامل اللفظي هو المؤثر الملفوظ كالذي ذكرنا والعامل المعنوي هو تجرد باسم والمدارع من مؤثر فيهما ملفوظ والتجرد هو من عوامل الرفع فتجرد المبتدأ من عامل اللفظي كان سبب رفعه وتجرد المدارع من عوامل النصب والجزم كان سبب رفعه أيضا فالتجرد هو عدم ذكر العامل وهو سبب معنوي في رفعه ما تجرد من عامل اللفظي كالمبتدأ والمدارع الذي لم يسبقه ناصب أو جازم عنوان ثلاثة المعمول الصفحة السادسة والسبعون بعد المائتين المعمول هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جزم أو خفض بتأثير العامل فيه والمعمولات هي الأسماء والفعل المدارع والمعمول على ضربين معمول بالأصالة ومعمول بالتبعية فالمعمول بالأصالة هو ما يؤثر فيه العامل مباشرة كالفائل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم الفعل الناقص وخبره واسم إن أخواتها وأخبارها والمفائل والحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه والفعل المدارع والمدارع يكون عاملا لرفعه الخبر ويكون معمولا لتجرده من العامل اللفغية للابتداء فهو الذي يرفعه والمضاف يكون عاملا لجره المضاف إليه ويكون معمولا لأنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا حسب العامل الداخلة عليه والمدارع وشبهه ما عد اسم التفضيل عاملان فيما يليهما معمولان لما يسبقهما من العوامل والمعمول بالتباعية هو ما يؤثر فيه العامل بواسطة مدبوعه كالنات والعطف والتوكيد والبدل فإنها ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم لأنها تابعة لمرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم والعامل فيها هو العامل في متبوعها الذي يتقدمها وقد سبق الكلام على ذلك كله مفصلا عنوان أربعة العمل الصفحة السابعة والسبعون بعد المائتي العمل ويسمى الإعراب وأيضا هو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب عموان عمل المصدر والصفات التي تشبه الفعل الصفحة السابعة والسبعون بعد المائتي وهذا الفصل يشتمل على خمسة مباحث واحد عمل المصدر اسم المصدر يعمل المصدر عمل فعله تعديا ولزوما فإن كان فعله لازما احتاج إلى الفاعل فقط نحو يعجبني اجتهاد سعيد وإن كان متعديا احتاج إلى فاعل ومفؤول به فيتعدى إلى ما يتعدى إليه فعله إما بنفسه نحو سأني عصيابك أداك وإما بحرف الجر سأني مرورك بموادع الشبهة واعلم أن المصدر لا يعمل عمل الفعل لشبهه به بل لأنه أصل ويجوز حذف فاعله من غير أن يتحمل دميره نحو سرني تكريم العاملين ولا يجوز ذلك في الفعل لأنه إن لم يبرز فاعله كان دميرا مستطرا كما تقدم في داب الفاعل ويجوز حذف مفعوله كقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعذائيا أي استغفار إبراهيم ربه لأبيه وهو يعمل عمل فعله مدافا أو مجردا من أل والإضافة أو معرفا بأل فالأول كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعدهم بعدهم ببعض والثاني كقوله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكيما ذا مقربة والثالث إعماله قليل كقول الشاعر لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا وشيط لإعمال المصدر أن يكون نائبا عن فعله نحو بربا اللصة أو أن يسح حلول الفعل مصحوبا بأمن أو ما المصدريتين محلة فإذا قلت سرني فهمك الدرس صح أن تقول سرني أن تفهم الدرس وإذا قلت يسرني عملك الخير صح أن تقول يسرني أن تعمل الخير وإذا قلت يعجبني قولك الحق الآن صح أن تقول يعجبني ما تقول الحق الآن غير أنه إذا أريد به المضي أو الاستقبال قدر بأن وإذا أريد به الحال قدر بما كما رأيت لذلك لا يعمل المصدر المؤكد ولا المبين للنوى ولا المصدر ولا ما لم يرد به الحدث فلو قال علمته تعليما المسألة على أن المسألة منصوبة بتعليما بل تعلمت ولا ضربت دربة ودربتين اللصة على مسب اللص بضربة أو دربتين بل بدربته ولا يعجبني بريبك اللصة ولا لسعيد صوت صوت حمام على نسب صوت الثاني بصوت الأول بل بفعل محظوف أي يصوت صوت حمام أي يصوت تصويته ويجوز أن يكون مفعولا به لفعل محظوف أن يشبه صوت حمام ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه إلا إذا كان المصدر بدلا من فعله نائبا عنه نحو عملك إتقانا أو كان معموله ظرفا أو مجرورا بالحرف كقوله تعالى فلما بلغناه السعياء وقوله ولا تأخلكم بهما رقفه واشترط في إعماله ألا ينعت قبل تمام عمله فلو قال سرني إكرامك العظيم خالدا بل يجب تأخير معت فتقول سرني إكرامك خالدا العظيم كما قال الشعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا من عهدت فيك عذولا وإذا أضيف المصدر إلى فائله جره لفظا وكان مرفوعا حكما أي في محل رفع ثم ينصب المفعول به نحو سرني فهم زهير الدرس وإذا أضيف إلى مفعوله جره لفظا وكان منصوبا حكما أي في محل نصب ثم يرفع الفاعل نحو سرني فهم الدرس زهير وإذا لحق الفاعل المضاف إلى المصدر أو المفعول المضاف إليه أحد الطوامع جاز في التابع الجر مراعاة لللفظ والرفع أو النصب مراعاة للمحل فتقول في تابع الفاعل سرني اجتهاب زهير الصغير أو الصغير وسأني اهمال سعيد وخالد أو خالد وتقول في تابع المفعول يعجبني إكرام الأستاذ المخلص أو المخلص تلاميذه وسأني ضرب خالد وسعيد أو وسعيدا خليل والمصدر الميمي كغير الميمي في كونه يعمل عمل فعله نحو محتملك المصائب خير من مركبك الجزاء ومنه قول الشاعر الغلوم إن مصابكم رجلا أهد السلام تحية ظلم واسم المصدر يعمل عمل المصدر الذي هو بمعناه وبشروطه غير أن عمله قليل ومنه قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع وقال وقال الآخر إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا وقول غيره بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريا لغيرهم أليف ألوفا ومنه الحديث من قبلة الرجل امرأته الودو عنوان اثنان عمل اسم الفاعل الصفحة الثانية والثمانون بعد المئتين يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منه إن متعديا وإن لازما فالمتعدي نحو هل مكرم سعيد ضيوفه واللازم نحو خالد مزتاهد أولاده ولا تزوز إضافته إلى فاعله كما يجوز ذلك في المصدر فلا يقال هل مكرم سعيد ضيوفه وشرط عمله أن يقترن بأل فإن اقترن بها لم يحتج إلى شرط غيره فهو يعمل ماضيا أو حالا أو مستقبلا معتمدا على شيء أو غير معتمد نحو جاء الموطي المساكين أمس أو الآن أو غدا فإن لم يقترن بها فشرط عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال وأن يكون مسبوقا بمفي أو استخام أو اسم مخبر عنه به أو موصوف أو باسم يكون هو حالا منه فالأول نحو ما طالب صديقك رفع الخلاف والثاني نحو هل عارف أخوك قدر الإنصاف والثالث نحو خالد مسافر أبا والرابع نحو هذا رجل مجتهد أبناء والخامس نحو يخطب علي رافع صوته وقد يكون الاستفهام والميصوف مقدرين فالأول نحو مقيم سعيد أم منصرف والتقديم أمقيم أم منصرف والثاني كقول الشار كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يبرها وأوها قرنه الوعل أي كوعل ناطح صخرة ونحو يا فائلا الخير لا تنقطع عنه أي رجلا فاعلا وأعلم أن مبالغة اسم الفائل تعمل عمل الفاعل كاسم الفاعل بالشروط السابقة نحو أنت حمول النائبة وحلال عقب المشكلات والمثم والجمع من اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان كالمفرد منهما كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا وقوله خشان أبصارهم يخرجون من الأجداف وإذا جر مفعول اسم الفائل بالإضافة إليه جاز في تابعه الجر مراعاة للفظه والنصب مراعاة لمحله نحو هذا ندرس النحو والبيان أو البيانة ونحو أنت معين العاجز المسكين أو المسكينة ويجب تقديم معموله عليه نحو أنت الخير فاعل إلا أن يكون مقتنما بأل نحو هذا المكرم سعيدا أو مجرورا بالإضافة نحو هذا ولد مكرم خالدا أو مجرورا بحرف جر أصلي أحسنت إلى مكرم علي فلا يجوز تقديمه في هذه الصور أما إن كان مجرورا بحرف جر زائد فيجوز تقديم معموده عليه نحو ليس سعيد بسابق خالدا فتقول ليس سعيد خالدا بسابق لأن حرف الجر الزائد في حكم الصاقب عنوان ثلاثة عمل اسم المفؤول الصفحة الرابعة والثمانون بعد المائتين يعمل اسم المفؤول عمل الفعل المجهول فارفع نائب الفاعل نحو عز من كان مكرما جار محمودا جوار وتجوز إضافته إلى معموله نحو عز من كان محمودا جوار مكرما جار وشريط أعماله كما مر في اسم الخائب تماما انتهى الشريط الثاني والثلاثون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والثلاثون من الكتاب عنوان أربعة عمل الصفة المشبهة صفحة الرابعة والثمانون بعد المائتين تعمل الصفة المشبهة عم يسم الفاعل المتعدي إلى واحد لأنها مشبهة به ويستحصن فيها أن تداف إلى ما هو فائل لها في الماما نحو أنت حسن الخلق مقي نفسي طاهر ذيلي ولك في معمولها أربعة أوجه واحد أن ترفعه على الفاعلية نحو علي حسن خلقه أي حسن الخلق أي الحسن خلقه أو الحسن خلق الأبي اثنان أن تنصبه على التشبيه بالمفؤول به إن كان نعرفة نحو علي حسن خلقه أي حسن الخلق أي الحسن الخلق أو الحسن خلق الأبي ثلاثة أن تنصبه على التمييز إن كان نكرة نحو علي حسن خلق أو الحسن خلق أربعة أن تذره بالإضافة نحو علي حسن خلق أو الحسن خلق أو حسن خلقه أو حسن خلق الأبي أو الحسن خلق الأبي وأعلم أنه تمتنع إضافة الصفة إذا اقترغت بأل ومعمولها مجرد منها ومن الإضافة إلى ما فيه أل فلو يقال علي الحسن خلقه ولا العظيم شدة بأس ويقال الحسن الخلق والعظيم شدة البأس عنوان خمسة عن اسم التفضيل الصفحة الخامسة والثمانون بعد المائتين يرفع اسم التفضيل الفاعل وأكثر ما يرفع الدمير المستطر نحو خالد أشجع من سعيد ولا يرفع الاسم الظاهر إلا إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقع نحو ما رأيت رجلا أوقع في نفسه النصيحة منها في نفس زهير ونحو ما رأيت رجلا أوقع في نفسه النصيحة كزهير ونحو ما رأيت كنفس زهير أوقع فيها النصيحة وتقول ما رجل أحسن به الجميل كالي ومن ذلك قال الشاعر ما رأيت امرأ أحب إليه البغل منه إليك يبن سنان فإن كنت فيما تقدم ما رأيت رجلا تقع النصيحة في نفسه كزهير ما رجل يحسن به الجميل كالي ما رأيت امرأ يحب البغل كابن سنان صح وقد يرفع لسما ظاهرا وإن لم يصلح وقوع فعل مركع وذلك في لغة قليلة نحو برنت برجل أكرم منه أبوه والأبدل أن يرفع أكرم على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر وتكون جملة المبتدأ والخبر سفة لرجل عنوان ثلاثة الجمل وأنواعها الصفحة السادسة والثمانون بعد المئتين الجملة قول مؤلف من نسند ونسند إليه فهي والمركب الإسنادي شيء واحد مثل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يشترط فيما نسميه جملة أو مركبا إسناديا أن يفيد معمن تاما مكتفيا به كما يشترط ذلك فيما نسميه كلاما فهي قد يكون تام الفائدة نحو قد أفلح المؤمنون فيسمى كلاما أيضا وقد يكون ناقصها نحو مهما تفعل من خير أو شر فلا يسمى كلاما ويجوز أن يسمى جملة أو مركبا إسناديا فإن ذكر جواب الشرط فقير مهما تفعل من خير أو شر تلاقه سمي كلاما أيضا بحصول الفائدة التامة والجملة على أربعة أقسام فعلية وسمية وجملة لها محل من الإعراب وجملة لا محل لها من الإعراب عنوان واحد الجملة الفعلية الصفحة السادسة والثمانون بعد المائتين الجملة الفعلية ما تألفت من الفعل والفعل نحو سبق السيف العذل أو الفعل ومائل الفعل نحو ينصر المظلوم أو الفعل الناقص واسمه وخبره نحو يكون المجتهد سعيدا ومان اثنان الجملة الاسمية الصفحة السادسة والثمانون بعد المائتين الجملة الاسمية ما كانت مؤلفة من المبتدأ والخبر نحو الحق منصور أمما أصله مبتدأ وخبر نحو إن الباقل مخذول لا ريب فيه ما أحد مسافرا لا رزل قائما إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية لا تحين مناص عنوان ثلاثة الجمل التي لها محل من الأعراب الصفحة السابعة والثمانون بعد المائتين الجملة إن صح تأويلها بنفرد كان لها محل من الإعراب الرفع أو النسب أو الجر كالمفرد الذي تؤول به ويقوم إعرابها كإعرابه فإن أولت بنفرد مرفوع كان محلها الرفع نحو خالد يعمل الخير فإن التأويل خالد عامل للخير وإن أولت بنفرد منصوب كان محلها النسب نحو كان خالد يعمل الخير فإن التأويل كان خالد عاملا للخير وإن أولت بنفرد مجرور كانت في محل جر نحو مررت برجل يعمل الخير فإن فإن التأويل مررت برجل عامل للخير وإن لم يصح تأويل الجملة بنفرد لأنها غير واقعة موقعه لم يكن لها محل من الإعراب نحو جاء الذي كتب به لا يصح أن تقول جاء الذي كاتب والجملة التي لها محل من الإعراب سبع واحد الواقعة خبرا ومحلها من الإعراب الرفع إن كانت خبرا للمبتدأ أو الأحرف المشبهة بالفعل أو لا النافية للجنس نحو العلم يرفع قدر صاحبه إن الفضيلة تحب لا كسول سيرته مندوحة والنصب إن كانت خبرا عن الفعل الناقص كقوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون وقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون اثنان الواقعة حالا ومحلها النصب نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون ثلاثة الواقعة مفعولا به ومحلها النصب أيضا كقوله تعالى قال إني عبد الله ونحو أظن أمة تزتنع بعد التفرق أربعة الواقعة مضافا إليها ومحلها الجرم كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم خمسة الواقعة جوابا لشرط جازم إن اقترنت بالفاء أو بإذن الفجائية ومحلها الجزم كقوله تعالى ومن يضل لله فما لهم من هاد وقوله وإن تصدهم سيئة بما قدمت أيديهم إلا هم يقنطون ستة الواقعة صفة ومحلها بحسب الموصوف إن الرفع كقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وإن النصب نحو لا تحترم رجلا يخون بلاده وإن الجر نحو سقيا لرجل يخدم أمته سبعة التابعة لجنة لها محل من الإعراب ومحلها بحسب المدبوع إن الرفع نحو علي يقرأ ويكتب وإن النصب نحو كلمة الشمس تبدو وتختفي وإن الجر نحو لا تعبأ برجل لا خير فيه لنفسه وأمته لا خير فيه لنفسه وأمته عنوان أربع الجمل التي لا محل لها من الإعراب الصفحة التاسعة والثمانون بعد المائتين الجمل التي لا محل لها من الإعراب تسع واحد الابتدائية وهي التي تكون في مفتتح الكلام كقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر وقوله الله نور السماوات والأرض إثنان الاستئنافية وهي التي تقع في أثناء الكلام منقطعة أما قبلها لاستئناف كلام جديد كقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وقد تقترم بالفاء أو الواوي لاستئنافيتين فالأول كقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون والثاني كقوله قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى ثلاثة التعليلية وهي التي تقع في أثناء الكلام تعليلا مما قبلها كقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقد تقترم بفاء التعليل نحو تمثت بالفضيلة فإنها زينة العقلاء أربع الأعتراضية وهي التي تعترض بين شيئين متلازمين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا المتبع والخبر والفعل ومرفوعه والفعل ومنصوبه والشرط والجواب والحاب وصاحبها والصفة والموصوف وحرف وحرف الجر ومتعلقه والقسم وجوابه فالأول كقول الشاعر وفيهن والأيام يعصرن بالفتا موادب لا يملنه ومواهه والثاني كقول الآخر وقد أدركتني والحوادث جمة أسمة قوم لا دعاف ولا عزلي والثالث كقول غيره وبدلت والدهر أذو تبدلي هيفا دبورا بالصدى والشمألي والرابع كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والخامس نحو سعيت ورب الكعبة مجتهدا والسابس كقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم والسابع نحو اعتصم أصلحك الله بالفضيلة والثامن كقول الشاعر لأمري وما أمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع خمسة الواقعة صلة للموصول الاسمي كقوله تعالى قد أفلح من تزكى أو الحرفي كقوله نخشى أن تصيبنا دائرة والمراد بالموصول الحرفي الحرف المصدري وهو يؤول وما بعده بمصدر وهو ستة أحرف أن وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية وقد سبق الكلام عليها في أقسام الفائل وفي حروف المعاني ستة التفسيرية كقوله تعالى وأصر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم وقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عهاد أليم تؤمنون بالله ورسوله والتفسيرية ثلاثة أقسام مجرية من حرف التفسير كما رأيت ومقرونة بأي نحو أشرت إليه أي ذنب ومقرونة بأن نحو كتبت إليه أنوافنا ومنه قوله تعالى فأوحينا إليه أنصنا الفلكاء سبعة الواقعة جوابا للقسم كقوله تعالى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقوله فالله لأكيد أصنامكم ثمانية الواقعة جوابا لشرق غير جازم فإذا ولولا كقوله تعالى إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تسعة التابعة لجنة لا نحل لها من الآراب نحو إذا مهدت الأمة بلغت من المجد الغاية وأدركت من السؤدد النهاية انتهى الجزء الثالث من كتاب جامع الدروس العربية وبه تم الكتاب والحمد لله أولا وآخرا قرأه عليكم الدكتور عبد الله الحسين هلال وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه الأبيات الشعرية الإمام أحمد يمثل العالم الذي أخلص قلبه لله ولم يتملق أحدا في حياته ولهذا تعرض لعذاب شديد العصر الذي نعيشه يشبه عصر الإمام في بعض الجوانب المعتزلة في عصر الإمام سيطرت على مقاليد الحكم أحمد بن أبي دؤات كان قابل قضاء في عهد المعتصم المعتصم كان يأمر بضرب العلماء الذين لم يقولوا بخلق القرآن أحمد بن حنب الأبى أن يقول بذلك لأنه يرى أنه ضاطل وثبت على الحق وجلد بصوته وخذوا هذه النقطة التاريخية قبل أن أنقي القصيدة كان الحجام يقطع أثر الجراح من ظهر الإمام أحمد فإذا آذته شفرة الحجام حرك نفسه من الألم وقال اللهم منصر المعتصم والمسلمين في عمورية هكذا يكون التوجه إلى الله وهكذا يكون البعد عن التملق وعن الكئب عند العلماء من أين أبدأ قولي أيها البطل وأنت أبعد مما تطلب الجمل كل القواف التي استنفرتها وقفت مبهورة وبدى في وجهها الوجل ماذا تقول وصرح العلم ثامقة أركانه وبناء المجد مكتمل ماذا تقول قواف الشعر عن رجل كل يقول له هذا هو الرجل عهدي بشعري خفيف الروح منطلقا واليوم يمشي وفي أهدابه خجل ماذا أصابك يا شعري عهدتك في كل المواقف للإحساس تمتثل أنت القويم بمبناك الأصيل فلا تقف فمثلك لا يزري به كسل يا سائلي عن رياض الشعر كيف غدت تزه وصارت إليها تضرب الببل عفوا فتربة شعري لا يخالطها طيم الغياء ولا تشقى بها المثل أجريت في أرض ها المحراث فابتهجت غصولها وتبلمت بينها الخصل مات مات شعري على درد الضلال ولم يقف بباب ولم يستهوه الغزل شعري مدائم لحن في حدائقها ينمو الإباء وينمو الخير والأمل أجريته في ميادين اليقين فما كذا وما ناله في سعيه ملل حملته بأحاسيس الفؤاد ولم أجعله معرض أهواء كما جعلوا يا شعري القر يا نبض الفؤادي أجر دول بفنك حتى يخرس الزجل أنت الجدير بتصوير البطولة في حياة شهن به الأمجال تحت فيه شهن نعم أيها الشعر الأصيل وفي عينيه عزم به أوصاف تكتمل إذا رمى بصرا في مجلس هدأت ضوضاؤه واستقر الناس واعتدلوا يسير في هيبة الإيمان تحرسه رعاية الله لا جند ولا خول ما كان يأكل إلا الخبزة مؤتدما بالخل وهو بجلد الضال ينتعل وليس في كفه سيف يذل به من لا يطيع ولا في ثوبه بلل لكنها طاعة الرحمن عز بها عزا له في حياة المصطفى مثل كأنما كأنما هو والهامات خاضعة شدا إليه إليه جبال التهم ترتحن ماذا أصابك يا شعري أراك على كرسي صمتك بالأحلام فانشغل انظر بقلبك هذا ضوء الفجر منبثق والأفق من دنس الظلماء يغتسل هذا ابن حنبل نفس المج راضية به وقصاده من علمه نهل ناديته ورمال الدهر واقفة من تحتها جفة الأيام تنتشل يا قامع البدع النقرى في زمن غدت به فرص التضليل تنتبل يا زاهدا وعيون المال ترصده شوقا إليه فما تدن وما تصل يا شالخا ورؤوس القوم تخفضها أطماعها واتباع الغي والزلل بات وألسنة الركبان تلعنهم وبت تدعو لك السادات والهمل إني أراك ووجه الظلم ممتقع أمام حزمك والغاوون قد فشلوا أراك تهفو إلى عدل يصان به حق وتسعى إلى تطبيقه الدول من أين تطلب عدلا في مخاصمة ومن يحكم في دعواك معتزل ومن يحكم في دعواك مبتدع في دينه من دعاوى فكره خلل ومن يحكم في دعواك منهجه في الحكم متصف بالظلم مرتجل قوم تسيرهم أحقادهم وبهم تشقى قلوب وتأتي منهم العلل لقد قرأنا السجلات التي كتبوا فيما مضى والأفاعيل التي فعلوا فما رأينا صلاحا في أئمتهم ولا رأيناه في النسل الذي نسلوا جاءوا إلينا بعقلانية سقطت عمادها سفسطات القول والجدل فظن أصحابها أن الضلال هدى وأن نملتهم في دربها جملون ماذا أصاب أبا إسحاق كنية المعتصم ماذا أصاب أبا إسحاق كنت به مستبشرا فلماذا استسلم الرجل أغره من دعاة الشر منطقهم فأين إيمانه بالله والمثل إني لأسأله والنفس عاتبة والقلب يمبت فيه الشوك والأسل إذا أخذنا بدعوى كل مبتع فأين يذهب ما جاءت به الرسل ماذا جرى يا أبا إسحاق كيف سرى في عقلك الحر هذا الوهل والدجل أإن شد قبلك المأمون فلسفة بها أعد لأهل بدعة نزل وباسمها انتشرت في الفكر زندقة ونقشت باسمها الأقدار والأزل غدو تتهذي بما قالوا وما نطقوا ولست تعقل في التضليل ما عقلوا ألست معتصما بالله تعبده وتستعين به إن ضاقت الحيل ألم تجب أمسي صوتا مستجيرة من تسلط الروم حتى غرد حتى غرد الأمل كتائب نحو عمورية طلقت سريعة ومزاج الروم معتدل فما تنفس صبح في مرابعهم حتى تحرك فيها السهل والجبل وما أتم جبين الشمس طلعته إلا وجيشك بالتحرير يحتفل أجبتها يا أبا إسحاق متخذا من الحمية ما يحلو به أجل فكيف تسمع أصوات التقات ولم تجب وما اقترفوا ذنبا وما جهدوا أمثل أحمد تدميه السياط على مرأة من الناس هذا حادث جلل أمثل أحمد ينقى بين طائفة على بصائرها من غيها ظلل قاضي قضاتك مزهون بسلطته لما رآك على الأوباش تتكل غدا يزين في عينيك مذهبه يا ليت شعري أيزكو عندك الخطن يا ضيعة الحق في قوم تضيعهم بطانة السوء ما قالت به فعلوا إذا ارتمى حاكم في حضن رغبته فحكمه في عيول الناس وابتذلوا ما بال أمتنا ما بال أمتنا صارت معلقة ما بين ذي ثورة يسطو وينفعل وبين حاكم قوم يستدير إلى أعدائه قابلا في الحكم ما قبلوا وبين صاحب علم صار من سحة للظالمين فكم أفتا وكم نفلوا يا حائدين عن الإسلام أسكركم له وأعماكم عن ديننا الخطل سلوا رجال الحديث الصادقين ومن تحروا الصدق في كل الذي نقلوا هل جاء في ديننا معنا يعارضه عقل سليم من الآفات معتدل وهل يعد لدينا عالما ورعا من يكتب العلم مختارا وينعزل يا مقلت الشعر ما أمعنت في نظر إلا وحركت جرحا كاد يندمل هذا ابن حنبل لم يعلن تمرده على الولاة ولم يخدع بما بدلوا ولم ينافق ولم يستجد رحمتهم بل كان كالطود والتعذيب متصل ولم يفر ثورة النكراء منتقما لنفسه شعن من في قلبه دجلوا لو كان لو شاءها ثورة تجري الدماء لها لما تأخر لما تأخر عن تأييده رجل لكنه مؤمن صفا سريرته لله واتضحت في دهله السبل بلاؤه كان في ذات الإله وفي ذات الإله هموم الأرض تحتملوا انتهى الوجه الأول قد قالها قد قالها وعيون القوم شاخصة والثوق في جسمه في جرحه الرعاف يغتسل لا لن أقول لكم ما ترغبون ولن أغالط النفس هذا شأن من سفل قرآننا ليس مخلوقا وإن ولمت أنوفكم ليس مثل الوردة البصل يا قامع البدعة النكرى طعم فمي مر وطعمك عندي وذكرك عندي طعمه العسل إن كنت واجهت عقلانية مكتب تثير في الناس أوهاما وتفتعل فنحن نشقى بعلمانية يدها ممدودة ولها في عصرنا كتل تشابه القوم في التضليم واجتمعوا على التنكر للإسلام واتصلوا إني أناديك والتاريخ متزر بثوبه وشريط العمر مختزل أبحر إلينا ففي شطعاننا سفن تآكلت وعليها فرخ الملل أبحر إلينا لعل الله يمنحنا من فيض عزنك ما ينحى به الفشل وابعث إلينا خطابا منك نبعثه نرفعه مع التحية منا للألم تثل شووخ حق كتاب الله منهجهم ما أحدثوا فيه تبديلا ولا ارتجلوا لولا بصيرتهم فينا لضيعنا في زحمة العصر من باللذة شغلوا وثنه بخطاب منك نبعثه مع التحفظ منا للأولى غفلوا شووخ وقت أقاموا في مجالسهم يفاخرون بما نالوا وما أكلوا هم يصعدون وراء القوم إن صعدوا وينزلون وراء القوم إن نزلوا لو حدثتنا بما تلقى عمائمهم من الخضوع لأقضى طرفه الخجل حقيقة بعضها يبدو لدي بصر وبعضها فوقه الأستار تنسدئوا يا صامدا وسياط القوم ناهلة من جسمه ولضى الآلام يشتعل أسلمت ظهرك للحجام يقطع من جراحه أثر الصوت الذي فتل وكنت تدعو إذا آذتك شفرته بالخير للناس لم تعبأ بما فعلوا جبلت أنت على عقص ومرحمة وهم على ثورة الأحقاد قد جبلوا أقبل إلي إذا لم تأتني فأنا أكاد أخرج من عصري خذني إليك إذا لم تأتني فأنا أكاد أخرج من عصري وأن تقلوا أكاد أصنع من ذكرايا طائرة نفاثة وإلى بغداد أرتحل آتي أقبل رأسا ظل مرتفع ولم ينكس لمن جاروا ومن قتلوا آتي أشم أريج المجد أشرب من ينبوعه قبل أن يمضي بي الأجل هنا هنا رأيت ستار الدهري ملكشفا وأبصرت يقلتي آثار من رحل وكاد يقفز قلبي من قواعده لما رآهم كأن القوم ما أفلوا كأنهم قبل يوم واحد حملوا متاعهم ومضوا عنا بما حملوا وكدت أغرق في وهمي فأنقذني صوت تدفق منه المنطق المثل بني وجه إلى الرحمن قلبك في صفق ودع عنك من خالوا ومن ختلوا عش في الحياة بقلب حر يسلم من حقد ويدعو إلى الإيمان من شغلوا والسلام عليهم وقد كان المعتصم في حرب مع الروم وكذلك كان كل من سيف الدولة والمعز فسجل لنا الشعراء الثلاثة كثيرا من تلك الغزوات وترجم لنا عن شعور المسلمين فها هو ذا أبو تمام يذكر لنا فتح المعتصم لعمورية ويصور فرحة المسلمين بهذا النصر الذي أعز الله به دينه وجهاد المسلمين من أجل الله لا من أجل عرب زائل ولذلك كان الظفر حليفهم ويصف لنا المتنبي الوقائع بين الروم وسيف الدولة والمتنبي حين يصف هذه الوقائع إنما يصفها وصف بطل من أبطالها فهو يذكر لنا إقبال الروم في جيوش جرارة ثم أقوف سيف الدولة لهم ينثرهم حوله نثر الدراهم حول العروس كيف لا وليس سيف الدولة وجنوده هم الذين يهزمون وإنما التوحيد للشرك هازم ويحدثنا ابن هانئ عن موقعة بحرية فنرى في حديثه مدى تأثره للقرآن الكريم فهو يصف أسطول المسلمين وعدده وعبيده وشجاعة أبطاله وتأييد الله للمسلمين بالملائكة وكيف ألقى كل ذلك الراب في قلب ملك الروم فعزم المسلمين غالب لكل عزم وأسطولهم قهار ونلاقي أسطول عدوه لقاء سيد لمسود ويتمنى الشاعر الشيعي لو أن علي يرى كيف يعيد المعز حكمه إلى الدنيا بجهاده في سبيل الدين ودفاعه عنه وهناك شعراء آخرون وقفوا مثل هذا الموقف من جهاد المسلمين وعاشوا في فترة الحروب الصليبية ففي تلك الفترة نرى فريقين من الشعراء أحدهما وقف موقف الجهاد والدفاع وتشجيع المسلمين والتهكم بالصليبيين والآخر نجأ إلى الدين التماسا للطمأنينة وطلبا للغفران والنجا كأنما رأى في ذلك الوسيلة لتجنب ويلات تلك الحروب والخلاص من نكباتها وكان ابن سناء الملك وابن مطروح والبهاء زهير من الفريق الأول كما كان ابن الفارد والبوصير ممن وقف الموقف الثاني وأحب أن أعرض نصا للبهاء زهير قاله حين انتزع الملك الكامل ثغر بمياط من الصليبيين يوضح ذلك بكه تزعطف الدين في حلل النصري وردت على أعقابها ملة الكفر وما فرحت مصر بذل فتح وحدها لقد فرحت بغداد أكثر من مصري فمن مبلغ هذا الهناء بمكة ويفرد ينهيه إلى صاحب القبر فقل لرسول الله إن سميه من طاوي الذئب والنسري فلله يوم الفتح يوم دخولها وقد طارت الأعلام منها على وكر ويا سعد قوم أدركوا فيه حظهم لقد جمعوا بين الغنيمة والأجري حاشية ديوام البهاء زهير صفحة 72 انتهت الحاشية نحس بنفحة دينية عابقة ونرى كيف اتحد شعور المسلمين كلهم في تلك الفترة لما واجهتهم الأخطار فذلك النصر الذي يحرزه المصريون يفرح له أهل العراق ويطرب له الحجازيون ونرى أيضا أثر الدين القوي في مثل هذا الشعر النبن الفارد فقد كان شاعرا صوفيا والتصوف رياضة للنفس ومجاهدة لرغباتها وتصفية للقلب من أدران المادة وشوائد الحس وهو ذوق ووجد وفناء عن الإنية وبقاء في الذات العلية والمتأمل في حياة الصوفية يلاحظ أنها تنطوي في العادة على معنيين رئيسيين أحدهما معنا عملي يتمثل فيهما يأخذ به السالك نفسه من ألوان الرياضات ودروب المجاهدات والمرأة التي ينعكس على صفحتها هذا المعنى هي المقامات التي تترقى فيها النفس مقاما بعد مقام ترقيا يمكنها في النهاية من الوصول إلى درجة اليقين والعرفان وثانهما معنا ذوقي روحي هو هذا الذي يحصل في النفس ثمرة برياضتها ومجاهدتها فإذا هي تصف شيئا فشيئا وتخلص من شوائبها رويدا رويدا وإذا هي تستحيل آخر الأمر إلى روح صافية نقية والمرأة التي ينعكس على صفحتها هذا المعنى الذوقي الروحي هي ما يعرض للنفس من أحوال ترد عليها حينا وتتحول عنها حينا آخر وما تزال هذه الأحوال بين إقبال على النفس وإدبار عنها حتى يستقر منها آخر الأمر حال يغلب عليها ويوجه حياتها الروحية فإذا هي تشرق بنور الحق وتعمى عن رؤية الخلق هناك تكون النفس قد وصلت إلى أسنى الأحوال وتكون قد شاهدت بعين البصيرة كل ما في الوجود من آيات الحق والخير والجمال حاشية ابن الفارض والحب الإلهي صفحة 29 انتهت الحاشية وهذه أبيات من تائية ابن الفارض الكبرى وهي نشيد من أناشيد الحب الإلهي الذي يسكر صاحبه وينقله إلى عالم الروح والصفاء ولكن ذلك لا يتم إلا بعد جهاد متصل للتخلص من شوائب المادة والحب الحقيقي هو الذي يغيب فيه المحب عن نفسه ويتحد بمحبوبه اتحادا تاما حيث يرى الجمال المطلق وذلك هو العشق الإلهي وهو أسماء من كل عبادة وما هو إلا أن ظهرت لناظري بأكمل أوصاف على الحسن أربتي ولي نفس حر لو بذلت لها على تسليك ما فوق المنا ما تسلتي وغيبت عن إفراب نفسي بحيث لا يزاحمني إبداء وصف بحضرتي فكل مليح حسنه من جمالها معار له بل حسن كل مليحتي فطب الهوى نفسا فقد ست أنفس العباد من العباد في كل أمتي وفز بالعلى وافخر على ناسك على بظاهر أعمال ونفس تزكتي حاشية ديوان ابن الفارد صفحة 23 انتهت الحاشية أما البوصيري فقد عرف بمدائحه النبوية ونراه يختتم مدائحه هذه بالدعاء للمسلمين طالبا الغفران راجيا إزالة الكرب والنكبات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمي بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرمي حاشية متن الضردة صفحة اثنتين وأربعين انتهت الحاشية وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدم بالحزن والعزم حاط الدين في محن أضلت الحلم من كهل ومحتلم وحدن بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهم وحبب الفتح إلى الإمام لا بد للبنيان من تمام فانساحت الكتائب سياحة أرسلها من يرسل الرياح يقودها ألوية الجهاد أشهاد بدر أو بن الأشهاد فيا أخذ الراء والشدائد والناس إخوان لدى الفوائد وقدوة الزهاد بعد الهاد وصاحب الهجرة والجهاد ويا رحي من قلبه رقيق بماله كم حرر الرقيق ومن قضى بعد غنى فقيرة لم يجد في بيته نقيرة ذهبت بالخير وأتعدت عمر يا ولحى من بعد أبي بكر أمر أما أمر بن الخطاب فهو يبدأ الحديث عنه في نهج البردة متسائلا عن من يماثله في الدنيا عدلا ويكف عن التفصيل حتى يتيح لكل منا أن يستعرض لعمر ما يمجد من قيم العدالة وفي دول العرب وعظماء الإسلام يتكلم عن فتوحه التي امتدت من الكوفة إلى الفسطات وخلدها التاريخ في صفحات مجده لتذكر المسلمين بتاريخهم المجيد فتوحه للحق فضل الباري والجزل من هباته الكبار اسكندر الخيل وإن لم يركب الأرض من أيامه في موكبي فوى وساق ندب الصحاب بورك في البحر وفي السحاب تعهد الفتح بالاختطاط ووصل الكوفة بالفستاط فتح يرى الحوادث الإباء إذا الفتوح أصبحت هباء أهدى على الدهر إلى الإسلام ما بين أعلى النيل والسلام وعالم ضاق على عهد العرب وإن مضى الدهر عليهم وضرب وهذا هو أثمان بن عفان الذي جمع القرآن فحفظه للمسلمين من البيع ونظنه عقدا لانفصام له عن الزمن وفي دول العرب وعظم الإسلام يذكر من أكبر منه اقتحام العرب للبحر في أيامه يخضعونه كما خضع لهم البر من قبل أو كابن عفان والقرآن في يده يحنو عليه كما يحنو على الفطم ويجمع الآية ترقيبا وينظمها عقدا بريد الليالي غير منفصم قد فتحوا قبرس للإمام بالسفن المزجات كالغمام فأصبح القاصي من البر اقترب وصار بحر الروم لجة العرب وخفقت كتائب الإسلام في البحر أعلاما على أعلامه ثم من مثل الإمام علي بن أبي طالب الذي كان يجمع القلوب على الإخاء ويؤلف بين الأفئدة ويزيل الشحناء ولا يرى جمعا يتشاحنون إلا وفب جمعهم بعد أن يغسلوا الأحقاد والضغاء بعبرات الحب والصفاء وهو إلى تقواه بحر في العلم وصاحب النروء وستنصره أحد لباه وأسرع إلى نصرته وهو بمثل ذلك يتحدث عنه في دول العرب وعظماء الإسلام فيذكر جهاده في سبيل الدين وزهده وتقواه وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآقل قوم مزدحم الزاخر العذب في علم وفي أدب والناصر الند في حرب وفي سلم أما الإمام فالأغر الهادي حامي عريين الحق والجهاد وأزهد الناس وفي الدنيا يده وأخشى العالم وهو سيده ويتخير شوق من زعوى الإسلام عبقرية من عبقرياته الحربية يقدمها للمسلمين فهو يمجد بطولة خالد بن الوليد سيف الله المسلول أو أسد الإسلام كما يسميه شاعرنا أرضعته الجاهرية جرأة وإقداما فكان كسبا للإسلام كبيرا غزى زمن الرسول فكان الفارس المظفر ثم حارب بعد الرسول فكفى المسلمين شر ردة أما حروبه مع الفرس فقد سطرت في سجل الخالدين من الأبطال وأما قطعه لبادية السماوة لما وقع الخيار عليه في حروب الشام فقد أنسى الدنيا هانبال القائد القرطاجني وتسلقه جبال الألب بجيوشه ثم هناك بعد ذلك لخالد صور البطولة الرائعة والانتصارات الخالدة على الأيام خلقت لا أعظم السيوف إلا الشريف العالي العيوف الناصر الحق على المقاتل والضارب الباطل في المقاتل كابن الوليد موئل الأعلام سيف الإله أسد الإسلام نفسا غذتها الجاهلية الدمى وأربعتها جرأة ومقدمة فكان من عناية السلام به اكتساب أدب الإسلام إذا غزى عن النبي أو صفر اقترح النجح عليه والضفر فما مضى في موطن أو همى إلا وكان اسمه على مسمى أليس كاف الإمام الشدة وقام على الفتنة يوم الردة أيامه مشهورة في فارس مصطورة في صحف الفوارس واحتاجت الشام إلى همام الرعاة يحمي عسكر الإمام فلم تقع إلا عليه الخيرة إن الرجال أفضل الذخيرة فكان في السماوة الرئبالة لا تذكر الألبة وأنبالة أقبل سيف الله يزجي خيله ويل هرقل منه ثم ويله ومن زعماء الإسلامي القريبين من شوق الفاتح عمر بن العاص وشاعرنا يتحدث عنه في ثلاث قطع يكفف الأولى أمام فتحه لمصر درة إفريقيا ويخشع أمام عزمته وما شاده للإسلام من كعمر البلاد والضاد مما شاد فيها والملة الغراء شاد للمسلمين ركنا جساما ضافي الظل دأبه الإيواء طالما قامت الخلافة فيه فاطمأنت وقامت الخلفاء فك عمرا إن كنت منصف عمر إن عمرا لنير وضاء جاد للمسلمين بالنيل والنيل لم يقتنه إفريقياء وفي الثانية يطل الوقوف عند ذلك الفتح الخالد ويذكر كيف استطاع أن يستولي على مصر بجيش قليل عدده كثير بدينه الجديد وعزيمته الفتية عمر القناة والرأي والجدود رمى به الفاروق في الحدود سمى إلى مصر بطرف وطمح ولم يزل بعمر حتى سمح كتيبة قبيلة العديد كثيرة بدينها الجديد واندفعت خير الإمام تعد يقدمها اليم ويحد السعد انتهى التسجيل على هذا الشريط اشتركوا في القناة